أهلا بكم خلال استقباله في الفاتيكان وفدا إسلاميا من بولونيا قال قداسة البابا فرانسيس لقد علمنا يسوع أن نقبل بعضنا بعضا كإخوة نعبد الله الواحد ونحن الآن مدعونا لكي نكون منفتحين ومضيافين مع الجميع كأعضاء في العائلة البشرية الواحدة وتابع الأب الأقدس يقول إن الحوار الصادق والمحترم بين المسيحيين والمسلمين بشكل خاص هو واجب بالنسبة لنا نحن الذين نريد أن نطيع إرادة الله وإن إرادة الآب هي أن يساعد أبنائه بعضهم بعضا وإذ وجدت بينهم أي صعوبة أو سوء تفاهم أن يتوصلوا إلى اتفاق بالتواضع والصبر ومضى قداسته قائلا للجميع الحق في حرية الضمير والدين وعلى كل إنسان أن يكون حرا تماما فيما يتعلق بخياراته الدينية مشيرا إلى أن العالم في هذه المرحلة التاريخية يحتاج إلى مؤمنين متماسكين يلتزمون ببناء السلام الاجتماعي والعالمي والحفاظ عليه اشتركوا في القناة